المعسكر منتخب مصر الشباب من خلال الكابتن عبدالسطار صبري المدرب لعب لمنتخب مصر إزاي كابتن عبدالسطار? كابتن عبدالسطار مصر حكبارك ايه؟ وحشن كتير يا كابتن انت وحشن كتير اهوه واخبارك ايه؟ تمام الحمد لله اهو والله موفق دايما والله وحاجة جميل والله ربنا خليه كابتن عسطار طب منا بقى على نقاة النهاردة منتخب مصر ما شاء الله يعني في تاني لقاة الودية في المعسكر كان التعادل السلبي او السلبي امام السعودية والنهاردة مكسب كبير امام انتخب عمان ستة واحد صحيح يعني الحمد لله انا يعني من لذة للمعاكر الفاطرة دي العشرة ايام اللي عملناهم عماننا ماشين طبعا مع السعودية مع عمان احنا كان اخر معاكر لنا من خمس شهور يعني طبعا انت عارف خمس شهور فاطرة طويلة جدا كان فيها اللعبة كان فيها عندهم انتحانات وفاطرة تأثيرانية عامة يعني ولست من جمعين يعني اول ما تجمعنا بعد قام شهور كان يعني المبارة كان جمع.. يعني المعاكر كان صعب علينا خلص لعبة كان مدخرة في جو المعاكر وكو المضطوات قبل كده لعبنا ما ضرع وكنا قام عملنا بشكل كويس عن الملتشهور كتير قوي المعاكر ده كان ليه خلالفي اتاني خالص عشان المبار Studien معامنوان كان الاسعودية وعمان السعودية ومعاكве يعني عمان المعاكان متاع السعودية الحمد لله يعني 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 اصينا برضو بشكل كويس جدا ونكونش موفقين طبعا ده يعني كرة كتير قوي وانا نكسبوا مباراة بس يعني 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 اللعيبة الحمد لله انت عارف احنا بنعمل جيب جيء جديد للمنطقة مصر ومنجيب لعبها كتير قوي عشان محسول الكرة المصرية طبعا من المنطقة مصر والحمد لله يعني احنا عملنا عناصر كويس جدا قد دلوقتي وماشر السعادية كان مباراة قوية بالنسبة لنا استفاتنا منها قوي وعملنا حفيزات قوية اه يعني كان مباراة مباراة صادية وعندهم منطقة قوي الحمد لله. مباراة الثاني خلاص اللعبة خدد الخبرة اخدد يعني التخة شوية. والحمد لله مبارات النهاردة مبارة عمل مبارات كويسة وكان آآ كوية يعني احنا عوضنا. السكور اللي ده عناس ماتش للسعادية عوضي. تعود فهمما. ماتش ده يعني ماتش مع عمان. بس الحمد لله يعني احنا اما حاجة احنا مش يعني اللي ايداة والشكل وعايدين نعمل منتخب قوي ان شاء الله بجل الله. ان شاء الله. على مرحلة قوية جدا يعني. انت بتقول لي دلوقتي كنت اسطار اخر تجمع وكان من خمس شهور. طبعا دي مسافة كبيرة جدا. خاصة في العمار السنية الصغيرة دي. المعسكر اللي جاي امتى? المعسكر اللي جاي امتى? هل برضو في مسافة كبيرة? اه يعني احنا احنا الحمد اللي يعني احنا عاملين ايه معكرات يعني الغد يا ابني من لعمل التصوير بتاعتنا فنوما افروكية. كل شهر عندنا معكر. يعني عندنا معكر جاي مو عشرين عشرة. ان شاء الله عشرة ايام برضو. كل شهر اه خلال اخر اخر عشرة ايام. يعني عشان كده يعني وبنعمل فيهم اتشاد وده. ان شاء الله بإذن الله. عشان يبقى احتكال قوة قبل ما نخش التصوير بإذن الله. الكابتر ربيع ياسين كان حريص انه يقدم شوية دوري الفين وواحد. علشان يبع عنده فرصة ان شاء الله مع نهاية الدور انه يجمع اللعيبة يعمل معسكر محترم. يقدر يعمل مبرايات الدولية والدية علشان الاهم بقى هي التصفيات اللي هتكون ان شاء الله بدايتها في عشرين عشرين على مطاقة في شهر خمسة. في السبب كده يعني 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 الكابتر ربيع يعني راح ععد مع الناجي المسابات طبعا في الساحات. تمام. مع الناشئينهم تاو عمامنا يعني الدور يا بدنيا دوي اه بدري. واحنا ننهي الدوري في شهر ثلاثة. عشان يبقى عندنا فترة طويلة احنا نلم فيها اللعيبة ان شاء لو نعمل اه دا كويس. قبل ما اخش بالتصفيات. يعني اه في الماتش التصفيات هيبقى في شهر خمسة يا بشهر ستة. ان شاء الله يعني. عشان ما فيه تجمع كويسة او ان شاء الله لمنتخب الشباب بيزي الله. كويس يعني انت نهار دا لو ما بتلهي الدوري في شهر تلاتة هيبقى عندك شهرين او تلاتة فرصة انك تعمل بقى اعداد كويس. اه نجمع العيبة كويس اه اكتر ونحباطهم اكتر ان شاء الله بيزي الله وكاتر ابيع يعني مش يعني عندك خبرات كويسة جدا وعند خبرات كتيرة. اه يعني هو مر بمرحل ومراحل في التفكير او مع المنتخبات ده من كده منتخبت الشباب. اه. كل التوفيق ان شاء الله يا كابتن عسطار. طبعا الكابتن ربيع عسين وكابتن عسطار صابري وكل الجهاز المعاون. يعني. انا اخليك. ان شاء الله شكرا كابتن عسطار وكل التوفيق ان شاء الله. يعني الكابتن ربيع عسين عمل جيل قبل كده. اه المنتخب مصر كان خد بيه مطولة افريقيا. وصل كاس على.